رجل انجليزي اسمه توماس يعمل ميكانيكيا ويجد قوت يومه بصعوبة رزقه الله ببنت وعندما وصلت للخاميسة اصيبت بمرض ادى الى ضمور عضلاتها فتوقف نموها عند هذا السن وكلما دخل عليها والدها يجدها تبكي فيغرق عليها الباب ويذهب لحجراته مهمومة ويضرب السرير بقدمه في غيظ قائلا لماذا يا رب كل الناس تنجب بناتا وانا الوحيد الذي ابتليتني بالفقر وبمرض ابنتي وفي احد الايام ذهب لعمله واشتكى حاله لصديق له فقال له صديقه لقد تأثرت باحد اصدقاء المسلمين وكان دوما يحتضن ابنائه ويقبلهم وعندما كنت انظر اليه بدهشة كان يقول لي انما افعله كان يفعله نبينا الكريم مع ابنائه فكان اذا دخلت عليه ابنته فاطمة رحب بها وقبل يدها واجلسها في مجلسه كما ان هذا النبي العظيم كان يرتكز على اربعة اطراف ويقلد الحصان ليجلس على ظهره احفاده الحسن والحسين ويدللهما كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون لذلك اقول لك البنات يا صديقي من اسرار جمال الله فاستمتع بقربها ولسوف يريك الله جمال وجودها ذات يوم عاد توماس لبيته ودخل على ابنته المقعدة فنظرت اليه وبكت كعادتها وفي هذه المرة حملها على ظهره فسكتت ثم جرى بها داخل البيت فاردا ذراعيه كأنهما جناحين فضحكت ابنته حتى شهقت من كثرة الضحك في هذا اليوم شعر الاب بالسعادة لأول مرة في حياته ومن شدة سعادته حمل ابنته وجرى بها في الشارع كالمجنون فضحكت ابنته وظلت تضحك طويلا وأثناء ما كان الاب يجري بكل سرعته من فرحته بابنته رأاه جهره وقال له أراك سريعا جدا في الجري لماذا لا تتقدم في مسابقة الجري التي تجريها ملكة بريطانيا سنويا وبالفعل تقدم توماس للمسابقة ومع بدايتها ذهب للمسابقة حامل لابنته على كتفه ووصل للمركز الثالث ولكنه خطف الأنظار نحوه بسبب ابنته وانصرفت أبصار الناس عن صاحب المركز الأول وتحدثت الصحف عن توماس وابنته وفي العام التالي تقدم توماس لنفس المسابقة وحمل ابنته أيضا وجرى بها وأخذ يسابق ويقاوم حتى حاز على المركز الأول وفاز بتسعة ملايين دولار عن المسابقة وأيضا جائزة الأب المثالي ليصبح من أغنى أغنياء بريطانيا وقد أصبح بعد ذلك صاحب شركة ووضع على برواز فوق مكتبه مقولة صاحبه البنات يا صديقي من أسرار جمال الله فاستمتع بقربها ولسوف يريك الله جمال وجودها ذات يوم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا برحمة الله اشتركوا في القناة